بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا خسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزولوا فإن خير جزال التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشأل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أقاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قلتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أحد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوميني فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنص والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته الإزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغى مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم من بعد ما جاءسكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة هل ينظرون في ظلل من الغمام والملائكة وقري الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم شكراً لكم